محمد محمد صلاح 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم مشاهدي الكرام أخواني بالسلاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم ويسعدني ألتقوا إياكم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة باسمي وباسم أخواني أفراد وضباط صف وضباط الحرس الوطني نقدم لكم دعوة مفتوحة لزيارتنا تشاهدون معنا نشاطنا تكون هذه الدعوة بمناسبة عيدنا الوطني المجيد مشاهدي الكرام أخواني بالسلاح حياكم الله اشتركوا في القناة نخبة من شباب الكويت ذوي القلوب الجسورة ها هم رجال حرسنا الوطني البواسل يهدونكم تحية طيبة من عند الله مباركة في عيد كويتنا الحبيب عيدنا الوطني الثامن عشر بسم الله الرحمن الرحيم بسمي وباسم ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الوطني أرفع إلى سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ سعد العبدالله الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهنئة والتبركات بمناسبة العيد الوطني الثامن عشر سائل المولى عز وجل أن يعيد على الجميع هذه المناسبة باليمن والخير والبركات ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راحة 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 كتيبة استائد احمل تبدل جاميران في السادس من يونيو سنة 1967 صدر المرسوم الأميري بقانون إنشاء الحرس الوطني ومنذ ذلك التاريخ وشباب الكويت الأبي يقبل على الانخراط ضمن صفوف هذه الهيئة العسكرية وهم يتلقون داخل المعسكرات تدريبات مكثفة عنيفة تؤهلهم للاطلاع بواجبهم المقدس للذود عن حمل وطن وصيانة أرضه اشتركوا في القناة 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 اربع المسافات المتناظمة لا يوجد مسافات متناظمة الا من صنع انسان خمسة اثر القدم فياجب عليك عسكري انك تعرف اثر القدم الانسان من الحوار ولم يدخر المسؤولون وسعا للارتقاء بمستويات التدريب العسكري وفقا لاحدث الاساليب المعاصرة مما رفع مستوى كفاءة رجال الحرس الوطني فجعلهم وفي فترة قصيرة قوة ضاربة لا يستهن بها تقف جنبا الى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة وهيئات الامن اليقظة وكان شعارنا دائما يد تبني ويد تحمل السلاح مشاهدي الكرام اخواني بالسلاح من مشاركات افراد الحرس الوطني بهذه المناسبة المجيدة نلتقي مع الرقيب سعود سالم من مرتب ركن التوجيه في الحرس الوطني حياك الله يا رقيب سعود شكراك الله فيك شكراك شكراكك معنا في هذه المناسبة والله عندي قصيدة هقدمها نيابة عن نفسي وعن زملائي بالحرس الوطني تفضل والقصيدة هي نرفع تهانين الامير البلادي بمناسبة عيد الكويت الابية نرفع تهانين من صميم الفوادي للوالد القايد وراع الرعية اميرنا ناطح وجوها لعادي درع الوطن عسى حياته مدية اميرنا ناطح وجوها لعادي درع الوطن عسى حياته مدية درع الوطن عزى الوطن والسنادي جابر ذرى دار الكويت الفتية والولي أهد كويتنا الحب زادي بو فهد سبع السباع الجرية كف الولي أهد كويتنا الحب زادي بو فهد سبع السباع الجرية سبع السباع وسقوا معين المعادي يفسر بحد السيف بصعب قضية وريس حرسنا اللي عليها وريس حرسنا اللي عليها اعتمادي وبيعلي رعا العزوم القوية قاد الحرس بحسن سلوبها القادي وبوامره رفعنا المعنوية وبفضل توجيهها حرسنا استفادي بتطبيق الملانظمة العسكرية حنان هنيه الله يديهم طريقة رشادي ويحمى كويت العز من كل سيء حنان هنيهم بيوم العياد باسم الحرس نرفع سلام وتحية بسم الحرس كل الحرس بالعدادي ضباطنا وجنودنا بالسوية حرس وطني ذا دعي للجهادي دون الوطن يهدي رواحة هدية دون الوطن في كل واجب يفادي وقوة حرسنا بالمعارك قوية قوة حرسنا تبذل الاجتهادي والرايها العليا لنا مقدمية راية شرف بالنصر دوم من تنادي ورفرف على منب الشرف والحمية حنبعون الله لنا النصر بادي نصر من المولى جزيلة العطية برواحنا واسلاحنا والعتادي نحمي وطننا كل صبح وعشية نحمي وطننا من جميع على عادي وقويتنا دوم من تكون محمية نحمي وطننا من جميع على عادي وقويتنا دوم من تكون محمية نحمي تيدار الشرف بالامجاد ياملت التاريخ بالامجدية جدتي لنا بالخير والرب جادي وابقي سعيدة يا الكويت العذية وتقدمي بالخير فيما يراد وتطوري بمنه حياة هنية تقدمي للخير فيما يرادي وتطوري بمن وحياة هنية عيدتكم الثامن عشر بالعدادي والخير زاد بفضل رب البرية لعل عيدت كل عام يعادي بالنصر والعزة وقلوب صفية وصلوا على محمد شوفي على العباد اللي عصوا من كل ذنب وخطيئة الله مصالح سبحانه صح لسانك صح لسانك صح بجيء ويقوم على خدمة الوحدات العسكرية المقاتلة جهاز إداري متكامل يضم بين صفوفه نخبة من أبناء الحرس تلقوا تدريبات شاملة في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للجيوش ويلقى ناء الحرس الوطني داخل المعسكرات رعاية أبوية شاملة من المسؤولين فقد توفرت لهم كافة الخدمات وسخرت لهم كافة الإمكانيات وقد أنشأ دكان الجندي ليوفر لهم أهم السلع الضرورية التي قد يحتاجون إليها وبأسعار انتقار بسعر التكلفة ليتسنى لهم الحصول على احتياجاتهم بدون مشقة وبأرخص الأسعار موسيقى ولم ينسى المسؤولون توفير الرعاية الطبية الكاملة لأبنائهم جنود حرس الوطني فقد تم تجهيز عيادة الحرس الوطني موسيقى 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 المترجم للقناة كذلك فإن للنشار الاجتماعي دورا ملموسا لرفع معنويات الجنود فخصصت لهم نوادي يقضون بها أوقات فراغهم ويمارسون بها هواياتهم المفضلة المترجم للقناة المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم اليوم خذ منا مواثيق ويمان دون البلد بالروح نثبت وفانا حن جنودك عند رغات الأذهان لا رازنا عدونا ما قوانا أضرب بنا السايد تشوف الصعبلان برواحنا بعمارنا مع دمانا أضرب بنا الجاسي تشوف أهلنا هان إنشان واللازان وجه الزمانة أضرب بنا العاصي وتلقاه ينهان عقبه يحرم ضدنا ما يعصانا أضرب بنا في معركة كل ميدان بقدامنا ندوس هامة أعدانا حن معك نمشي على كل ما كان دامك بعون الله تبارك خطنا نبذ المساعين على قدر الإمكان لجل بلدنا ما ذخرنا قوانا نجود بالروح العزيزة والأبدان نرخص بها بالواجب اللي دعانا تحيا الكويت بعزها عبر الأزمان ونحيا ونموت ودمنا في ثرانا ويعيش جابر عزنا حام الأوطان ويطول عمر الشيخ حامي يحمان تحيا الكويت بعزها عبر الأزمان تحيا الكويت بعزها عبر الأزمان المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة